شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في هذه الليلة نحاول أن نجيب على سؤال يطرح وهذا السؤال هو أنه ماذا قدم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للعالم وماذا أعطى للإنسان الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى موسوعة ضخمة الوالد رحمه الله قبيل وفاته كان يؤكد على بعض العلماء أن يؤلفوا موسوعة أو كتابا في فضل النبي صلى الله عليه وآله على الحضارة القائمة في هذا اليوم ماذا قدم النبي صلى الله عليه وآله للعالم وماذا أعطى للإنسان نحن نحاول أن نشير إلى جوانب من هذا العطاء النبوي الكبير في ضمن نقاط ثلاث النقطة الأولى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعرف النقطة الثانية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أعرف الإنسان كيف يسعد في الآخرة صلى الله عليه وآله هذا بعض عطاء النبي الأعظم للبشرية نشير نشير باختصار إلى هذه النقاط الثلاث النقطة الأولى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه إخدى أفضل الكلمات التي تشير إلى هذه النقلة المعرفية التي نقل النبي الأعظم البشرية إليها النقلة المعرفية في معرفة الله سبحانه وتعالى كلمة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة مذكورة في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه يقول إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره هذه العبارة جداً عبارة لطيفة البشرية إلا القل القليلة ما كانت تعرف الله وما كانت تعبد الله ما كانوا يعبدون الإله الذي خلقهم وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ الْإِلَهَ الَّذِي خَلَقُوهُ تقِّقوا في هذه العبارة ما كانوا يَعْبُدُونَ الْبَارِي تعالى وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مَخْلُوقَ مَخْلُوقِ الْبَارِي هناك الخالق وهناك المخلوق هذا المخلوق يجب أن يعبد هذا الخالق ويجب أن يعرف هذا الخالق ولكن هذا المخلوق الجاهل خلق في ذهنه صورةً موهومة لله سبحانه وتعالى واعتبر أن هذه الصورة التي خلقها بذاته لأن هذه الصور الذهنية مخلوقات لنا اعتبر أن هذه الصور الذهنية التي خلقها هي الخالق الله تعالى في آية يشير إلى هذه الحقيقة أو إلى ما يقرب من هذه الحقيقة يقول إن هي إلا أسماء سميتموها لفظ هذا اللفظ لا مطابق له في الخارج لا واقعية له في الخارج إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فهذه الصورة الذهنية مخلوقة المخلوق فكيف تكون هو الخالق؟ ولكن هذا البشر اعتبر أن مخلوق المخلوق هو الخالق مشير إلى غيره بدل أن يشير إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه يشير إلى غيره مشبه لله بخلقه يعتقد أن الله تعالى يلد لماذا نقرأ في سورة التوحيد؟ لم يلد هذه فكرة الولادة فكرة قديمة وجديدة إلى الآن هناك من يعتقد بأن الله يلد إما بصورتها الولادة الجلية أو بصورتها الخفية الصورة الجلية يعني الله له ولد جاء واحد إلى الوالد رحمه الله واحد مسيحي جاء عنده قال له مضمون القضية لأن قديمة مر علي القضية قضية في كربلاء قبل يمكن أربعين عام قال له كيف تعتقد أن المسيح ابن الله؟ يعني شنو؟ يعني مثل ما أنت عندك ابن الله عنده ابن هالشكل على هذا الناح وعلى هذه الطريقة فحمر وجه ذلك المسيحي لأن ما يمكن أن يقول بذلك وقال لا باعتبار أن المسيح ما إلى أب أنا أقول إنه ابن الله فالوالد على ما في بالي يذكر أنه قلت له إذا لأن المسيح ما عند والد ما عند أبو هو ابن الله فآدم أولى بأن يكون ابن الله لأن ما عند لا أبو ولا أم اللي ما عنده أبو هذا ابن الله اللي ما عنده لا أبو ولا أم فهذا أولى بأن يكون ابن الله فليش ما تقول أن آدم ابن الله فسكت ونظرية الولادة إلى الآن موجودة لكن بأشكال أخر نظرية الفيض المطروحة في الحكمة فيض هنا نتمكن أن نفهم عمق كلمة لم يلد يقولون مثل يم ونم يم يعني بحر نم يعني الرطوبة اللي يعطيها البحر ما أدري شايفين له لا إذا ماشين على البحر الشاطئ الرملي على البحر أكو رطوبة هذه الرطوبة وليدة البحر هذا النوع من أنواع الولاد مثل موج البحر والبحر بعض هؤلاء الذين يدعون المعرفة والحكمة الإلهية إلى الآن يقولون نحن مثل أمواج البحر والله مثل البحر موج البحر هذا وليد البحر ولا يعتبر شيئا مغايرا للبحر الشك لم يلد البحر يلد الموج ولكننا في سورة التوحيد نقرأ لم يلد ماكو ولاد يمثلون بمثال آخر كان واحد من العلماء اللي في خطهم المعرفي أكو نوع من الإشكال والابتعاد عن معارف النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت هذا خطر قائم أن الخط المعرفي الأصيل خط ضعيف يعني حملته قليلون ما يشتغلون على هذا الخط المعارف لا تدرس كما ينبغي ولذلك تخبط أكو مو فقط تخبط قديما كان أكو الآن أكو تخبط كان يقول عندكم قلم أكو على رأس هذا القلم نقطة حبر بعدين تاخذ الورق وتكتب بهذه النقطة من الحبر مثالة اللي كان يمثله تكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا بسم الله نفس تلك النقطة مو شي آخر كان يقول إحنا والله تعالى هالشكل أيضا هالشكل أيولاد نقطة الحبر المستقرة على رأس القلم ولدت هذه الكلمات بهذه الحدود إذا طرحت هذه الحدود وهذه الصور فلا تبقى إلا نقطة الحبر هالشكل هذا مو نوع من أنواع الولاد أو مثل العشرة والواحد هذا مثال آخر العشرة مكونة من وحدات نفسه الواحد يغير شكله فيتحول إلى ثلاثة وعشرة وعشرين مو شي آخر فالبشر بعيدا عن معارف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبعيدا عن معارف أهل البيت تخبط أيما تخبط أنا أظن ما تخبطت البشرية في قضية كما تخبطت في قضية المعرف الإلهي لم يعرف الله الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول بين مشبه لله بخلقه أحد الفلاسفة الكبار ما أذكر اسمه ليعظم يجلى ليقول الجسم الإلهي الله جسم مثل إحنا الله عنده مكان الله عنده وعاء نطلق عليه وعاء كذا بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه الهمزة تحذف في الدرج أو ملحد في اسمه الحاد يعني انحراف أسماء الله صفاته يخلعها على غيره المشركين كانوا يعتقدون عندنا إله المطر الإله هذه كلمة تطلق على الله لكن ألحدوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه يقولون أكو إله للمطر أكو إله للمطبخ هذا في الفلسفة اليونانية موج إله البشر إله النبات إله الحيوان الآية الكريمة تقول أفرأيتم اللات اللات يعني شنو يعني الله هذا مشتق من الله كلمة الله اشتقوا منها كلمة ثلاث أصنام كانت مشهورة عند العرب هاي أعظم الأصنام كانت أكو هناك أصنام عائلية قبلية في البيوت لكن ثلاثة أصنام كانت أصنام مهمة واحد منها اللات اللات اشتقوها من لفظ الله تعالى عن ذلك أفرأيتم اللات والعزة العزة اشتقوها من اسم الله العزيز ومنات الثالثة الأخرى منات اشتقوها كما يقول المفسرون من كلمة المنان الله منان يعني ذو من منات اشتقوها من المنان الاشتقاق الكبير او ملحد في اسمه او مشير الى غير يشير الى غير الله سبحانه وتعالى يشير الى صورة موهومة العرب هذا مذكور في التواريخ عندما كانوا يسافرون المشركون منهم وهم الاكثرية اذا حلوا في مكان بالطريق يقول في مكان فكان يجمع اربعة احجار فثلاثة منها يجعلها اسافي للقدر القدر يطبخون عليها فتحتاج الى اثفية ثلاثة منها اسافي حتى تشعل النار تحت القدر فالقدر تنصب على هذه الاحجار الثلاثة وافضل هذه الاحجار الاربعة واجملها كان يجعله الها يعبده ثلاثة للأكد وللطبخ والاجمل يتخذه الها وبعدين عندما يريد يسافر من هذا المكان بكرة لان كل يوم كانوا يطوون مرحلة يعني حوالي اربعة واربعين كيلو متر عندما يروح هذا الله ماله كان يترك ويشري يروح وأكو قبيلة قبيلة حنيفة صنعت الها لها من التامر بعدين صار عام مجاعة فأكلوا فأكلوا شاعر يقول أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة الله اللي يؤكى وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي ويعرف هذه قضية جدا مهم لاحظوا القرآن الكريم لاحظوا أحاديث النبي لاحظوا أدعية النبي صلى الله عليه وآله حقيقة الله المطروح في القرآن وقارنوه بهذه التصورات البشرية المنحطة القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء هذا مقابل بين مشبه لله بخلقه القرآن الكريم يقول وَللَّهِ مُجَعْد مُجَعْد الإله الذي يعبده ابن تيمية وامثال ابن تيمية كأنه غلام تركي لاحظوا أدعيتنا لاحظوا رواياتنا الصورة التي تذكر في هذه الأدعية عن القضية الإلهية وعن القضية الربوبية هذه من أعظم أفضال النبي صلى الله عليه وآله على البشرين أنه عرف الإنسان بربه هذه باختصار النقطة الأولى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه النقطة الثانية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت امتداد للنبي صلى الله عليه وآله النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الحياة الدنيا قضية السعادة قضية جدا مهم إحنا كلنا كل البشرية تبحث عن السعادة ما هو الطريق إلى السعادة السعادة في الحياة الشخصية السعادة في الحياة العائلة السعادة في الحياة الاجتماعية السعادة في المجالات الاقتصادية السعادة في المجالات السياسية كيف وما هو الطريق البشر تخبط وإلى الآن يتخبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيّن أن هذا الطريق أيها البشر إذا أردتم السعادة في هذه الحياة فهذا هو الطريق أكو هنالك قاعدة يذكرها الفكماء يقولون تعرف الأشياء بنتائجها إحنا إذا أردنا أن نعرف أن البشر إلى أين وصل في ظل هداية النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحياة نذكر لكم بعض المقارنات العابرة الآن أغلب الشباب عندهم مشكلة أي شاب تشوفه كثير من الشباب حتى أحيانا واحد يشوف بعض الشياب يقول له أنت متزوج يقول له يتقول للي يش يقول عمل ما عندي بيت ما عندي دكان ما عندي مال ما عندي كيف أتزوج نقل أن بعض النساء اللي تزوجنا هنا بعدين راحوا للعراق ما تمكنوا أن يعيشوا في غرفة واحد غرفة واحدة الدولة جاية وتملكت كل شيء وكأنه كل شيء له وهذه المرأة تعيش في غرفة واحدة إذا عدت غرفة ما أقدر أعيش هنا كثير الآن من النساء عدنا بتفصيل ما علي الآن به نحن عندما كنا في مشهد في جوار الإمام الرضا صلوات الله عليه نقلت نقلت لنا هذه القضية ما يتمكن النبي حل هذه القضية بقانون أو بقانون أذكر لكم هذه الرواية هذه الرواية مذكورة في التهذيب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وآله يقول من غرس شجرا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهيلا أذان قانونان الأرض لله النبي صلى الله عليه وآله قال ثم إنها لكم مني أيها المسلمون هؤلاء الفكام غاصبون النبي هذه الأرض ملكها لكم أيها المسلمون يعني أباحها لكم الدولة تيجي تقول أي واحد ما إلى حق يبني أنت تتمكن تبني ألف متر ابني النبي يقول لك قضاء في هذه الرواية قضاء من الله ورسوله يعني هذا الحكم تتمكن تبني ألف متر أي واحد ما إلى حق يعترض عليك حاكما أو محكم هاي الأراضي المهملة الموجودة الحكومة تيجي تقول لا ما إلىكم هاي الأرض لي والشباب المساكين يبقون في البيوت هكذا النسوان يبقون يبقين في البيوت هكذا بيت ما كوا دكان ما كوا شغل ما كوا الأرض لله هذا قانون النبي الأعظم صلى الله عليه ولمن عمرها تتمكن تبني عشر تالاف متر ابني كل هاي تتمكن تبني مئة ألف متر ابني كلها أي واحد ما يعترض عليك من الناحية الشرعية هذا القانون الأول القانون الثاني قانون من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به أكو نفط أخذ من النفط النفط مثل نهر دجلة إلا حق واحد يمنعك من نهر الدجلة ونهر الفرات إذا واحد وقف على نهر دجلة وأخذ بيده سيف وقال أنا ما أخلي واحد يشرب من هذا الماء إلا بترخيص منه النفط مثل نهر دجلة للمسلمين للأمة أخذ من النفط إليه قد ما تريد بشرط أن لا يكون فيه التعدي على حق الآخرين الوالد رحمه الله ذاكر تفصيل هذا المطلب في كتاب فقه الاقتصاد وأن لا يكون فيه حق التعدي على حق الأجيال القادمة أي شيء معادن أكو بالعراق في بقية المناطق زئبق أكو اكتشف أي مقدار تريد أخر مع هذين الشرط بعد يبقى فقير تبقى أرض غير معمرة أنتو عندما يجيتوا إلى هنا نجقد من الأراضي كانت يا باب هذه الجريمة التي ترتكبها حكوماتنا المطر يجي حتى يسقي الزروع في هذه الأراضي مطر يجي ماكو زروع حشك يروح في الأراضي يروح في الأراضي لاحظوا هذه المقارنات أكو هناك مؤرخ مسيحي يقال له جورجي زيدان معروف إلى كتاب تاريخ التمدن الإسلامي شوفوا هذه المقارنات يقول أنه في عهدنا يعني في عهده يمكن كان قبل خمسين عام هذا الرجل أو أكثر أو أقل يقول في عهدنا الأراضي المزروعة في مصر ستة ملايين فدان كل أراضي مصر كما في بعض الإحصائيات ستة وثلاثين مليون فدان من ستة وثلاثين مليون فدان في عهد جورجي زيدان فقط على أسر القوانين الوضعية الجائرة الظالمة فقط ستة ملايين فدان مزروعة شلون المسلمين يحتاجون للأجانب لهذه القوانين بعدياً جاءت حكومة وصنعت هذا مطلب خارجي السد العالي هذا مطلب خارجي أنا أقول السد العالي المعروف وسوى ضجيج حوله وعجيج ما أعلم الشيوخ الكبار يذكرون أو ما يذكرون وأن هذا إنجاز تاريخي قومي كذا بعد صنع السد العالي وصلت الأراضي المزروعة في مصر إلى سبعة ملايين فدان وثمانمائة ألف فدان يعني خوالي 8 ملايين مليون فدان زرعات على أثر السد العالي لاحظوا ما يقوله جورجي زيدان يقول في القرن الرابع الهجري يعني قبل ألف عام تقريبا الأراضي المزروعة في مصر كانت ثلاثين مليون فدان قبل ألف عام اللي هذه الوسائل الحديثة ما كان البشر كان يعيش بوسائله البدائية ولكن في ظل قانون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من ستة وثلاثين مليون فدان في مصر ثلاثين مليون فدان كانت مزروعة وبعدين النسبة انخفض إلى ست ملايين وثمان ملايين الوالد كان يقول في الأدعية ما عدنا اللهم زوج كل عذاب يمكن فد دعاءك ما عدنا مشكلة العزوبة والعنوسة في الإسلام ما عدنا المرية موجود الرجل موجود آرض روح ابني غرفة انت ابني بإيدك مجموعة من الطوابيق ضعها بعضها فوق البعض الآخر وروح اشتغل في أي عمل هذا هو قانون النبي صلى الله عليه جورجي زيدان هذا مثال آخر ينقل أن السدود اللي كانت على نهر دجلة بالمقدار الذي أعرف الآن السدود على نهر دجلة يمكن اثنين فقط يقول السدود اللي كانت على نهر دجلة في العراق حوالي أربعين سد كانت المؤرخين ينقلون الآن كم نهر أكو في البصرة كم نهر أكو كم واحد قولوا عشرة قولوا عشرين المؤرخين كاتبين أنهار اللي كانت في البصرة اللي تسير فيها القوارب يعني مو نهر يسغير قارب يسير فيها كانت اثنعش الف نهر في البصر في العهد الإسلامي أي واحد تريد تحفر نهر احفر هذا قانون النبي صلى الله عليه اتشق قنا شق مثل إذا واحد يقنن الهواء يقول الهواء ملكي ما لكم حق تتنفسون بالمقدار اللي تردون لا وإنما بمقدار النفط مثل الهواء الارض مثل الهواء المعادن مثل الهواء الغابات مثل الهواء خلق لكم للبشر أما شوفوا الآن بلادنا أغلب الأراضي يبار ونحن نحتاج إلى المستعمرين هم المستعمرين متورطين بقوانينهم معد الآن في البلاد الغربية أكو هذه القوانين أكو في العالم قانون دولة واحد عدها هذا القانون ما كو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علم الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا نحن هذه الإحصائية رأيتها جديدا كم فقير أكو في العالم فقراء واحد من الأخوة كان رايح إلى أفريقيا هو نقلي من المهتمين بالأعمال الخيرية قال شفت فد واحد كل مضطر سألت ليش هذا مضطر قالوا لأن زوجة الآن دا تموت في لحظات الاحتضار ليش لأنها تمرضت وعلاجها كان إبرة أو دواء من هذا القبيل ما عند أظن قال لي أن سمن الدواء أو الإبرة دينار الآن في أفريقيا كما رأيت في بعض الإحصاءات أكو ميتين مليون واحد يعانون من سوء التغذية ميتين مليون واحد هذا البشر اللي كرمه الله هذا في العالم عالمنا وفي العالم المتقدم شنو اللي يقولون متقدم اللي يقولون عندنا حضارة تمدهم تمدهم في بريطانيا أكو 12 مليون فقير 12 مليون واحد فقير في أمريكا اللي تدعي أنها رائدة الحضارة البشرية في عام 1999 قبل أعوام انعقد مؤتمر قومي يعني لأمريكا باسم مؤتمر الجوع مؤتمر الجوع في ذلك المؤتمر صرح وزير الزراع الامريكي بأن في امريكا واحد من كل عشرة امريكيين يعانون الجوع هذا مو احنا نقول هو يعني عشر الشعب الامريكي يعاني من الجوع في ظل هذه القوانين البشرية الظالم كوي نسبة عالية يعني إذا فرضنا أن الشعب الامريكي مثلا 300 مليون يعني حوالي 30 مليون واحد جائعة في امريكا اللي رايحين الامريكا شايفين كثير من الناس يعيشون في الشوارع بيت ما عند مأوى ما عند لذلك ذول اللي ما ما عد مأوى ما عد بيت ما عد مال بعضهم يشكلون عصابات إجرامية يقولون بعض المناطق بالليل من يقدر نروح لها يختطفون يقتلون عشر الشعب الامريكي جائعة في ظل هذه القوانين الوضعية ولكن في ظل حكومة الإسلام في ظل حكومة أمير المؤمنين صلى الله عليه الإمام يقول ولعل هناك بالحجاز أو اليمام يمكن مو بالكوفة في المناطق البعيدة الفقيرة يمكن أكفد واحد فقير يمكن لعل قضية معروفة يوم الإمام شاف فد واحد يتكفف قال ما هذا ولم يقل من هذا شنو هاي الظاهرة ما يعني ما هذه الظاهرة واحد يقدي في دولة أمير المؤمنين قيل إنه مسيحي كبر وشاخ واستغنى عنه أهله اللي كان يخدمه قال ما أنصفتم استعملتم حتى إذا كبر تركتم أجروا له راتبا من بيت المؤمنين شوفوا عشر الشعب الامريكي جائع بتصريح وزير الزراعة وفي دولة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مو معلوم أن يكون هناك فقير ولعل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علم الإنسان كيف يشعد في هذه الدنيا الوالد رحمة الله عليه له كتاب بقايا حضارة الإسلام كما رأيت اقرأوا هذا الكتاب لأن الوالد أدرك تلك البقايا شلون كانوا يعيشون العائلة شلون كانت الصحة شلون كانت الثرو شلون كانت الأخلاق شلون كانت إلى آخر هذه النقطة الثانية النقطة الأولى النبي الأعظم عرف الإنسان بربه النقطة الثانية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا النقطة الثالثة والأخيرة ونختصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان كيف يسعد في الآخرة قضية الآخرة قضية مهمة جدا هذه تمثل قضية الآخرة إحدى أعقد الألغاز في الفكر البشري نحن بعد كم يوم نموت بعد الموت شنو أكو ما هي أبعاد ذلك العالم البشر ما يعلم واحد من الإخوة نقلي كان رايح إلى أمريكا كان يقول إحدى عوامل إقبال الأمريكيين إلى الإسلام لأن كثير منهم دا يسلمون وحتى بعد هاي الحملة الإعلامية الشديدة ضد المسلمين نقلي أحد القادمين من هناك أنه في كل عام كان يسلم من الإمريكيين خمسة وعشرين ألف واحد بعد هذه التفجيرات اللي حدثت والحملة ضد الإسلام والمسلمين في كل عام الآن يسلم مئة ألف واحد يعني أربعة أضع هذا واحد آخر الناقل الأول قال إحدى أسباب إقبال الإمريكيين كثير منهم على الإسلام قضية الموت الفكر المسيحي ما إلى جواب مقنع بعد أن نموت ماذا يكون ماذا نعمل أعمال شنو إنعكاسات في الدار الأخرى الآن شوفوا أكو ارتباطات بين المقدمات والنتائج أي عمل يؤدي إلى أي نتيجة هذا مجهول مطلق وهذا الشيء يأرق البشر العرب العرب المشركين إحدى الأشياء اللي كانت عدهم لأن كثير منهم كانوا يعتقدون بالآخرة العرب وبعضهم كانوا منكرين خطياً كان قال من يحيي العظامة وهي رميم هذا خط الإنكار لكن بعض منهم كانوا يعتقدون بالآخر وماذا نعمل إحنا نريد نأمن آخرتنا شلون نأمن آخرتنا اللي هي حياتنا الحقيقية من جملة الأشياء اللي كانت عند العرب المعتقدين بالآخرة كانوا إذا مات منهم كريم يعني رجل شريف كانوا يحفرون قرب قبره خفرة الناقة اللي كان يركبها أو الداب اللي كان يركبها كانوا يخلوها في تلك الحفرة وكانوا يلون رأس هذه الداب المسكينة إلى الخلف سيشدوش لون ما أدري وكانوا يتركونها في تلك الحفرة جائعة عطشة إلى أن تموت من الجوع والعطش ليش كانوا يقولون إذا واحد ما يسوه لهذا العمل كانوا يسموه البلية هذا العمل يوم القيامة يحشر ماشيا أما إذا سوه لهذا العمل يوم القيامة يحشر راكبا على هاي الناقة أو هاي الداب واحد منهم يوصي ابنه كما في كتب التواريخ يقول أبني لا تنسى البلية هاي العملية يسموها البلية في اللغة العربية أبني لا تنسى البلية إنها لأبيك يوم نشوره يمركوب هاي يركب على هاي الداب البشر ما يفهم الارتباط ما يعلم ماذا يكون النبي صلى الله عليه وآله جاء وعرف البشر كيف يسعدون في الآخرة كم عام مليار عام أكثر مليارين عام أكثر ميت مليار عام أكثر نحن قد نبقى بالآخرة بالجنة إن شاء الله كم ما إلنا خالدين فيها باقونا بإبقاء الله نحتاج خريطة للآخرة النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا خريطة الآخرة هذا العمل يؤدي إلى تلك النتيجة سبحان الله شجرة في الجن هذا العمل من يعمله يأتي يوم القيامة أعمى هذا العمل من يعمله يأتي يوم القيامة بصورة الذر تطأه الخلائق بأرجلها في روايات المعراج إذا تراجعوها فيها هذه التفاصيل فالمؤمن الذي مشى على هدي النبي صلى الله عليه وآله ربح دنياه وآخرته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار النبي الأعظم عرف الإنسان بربه النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الدنيا النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في حياته الحقيقية وهي الحياة الآخرة فما أعظم فضل هذا النبي صلى الله عليه وآله على البشرية ولذلك أكو في الأحديث مضمون الحديث إن الخلائق يعني مو البشر فقط كل الخلائق حتى الملائكة لم يصابوا بمصيبة كفقد النبي الأعظم أعظم مصيبة حلت بالبشرية هي هذه المصيبة مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وآله هذا النبي الذي جاء رحمة للعالمين نحن ينبغي علينا بقدر الإمكان أن نستفيد من هذا الضياء في ذلك الحديث الذي قرأناه أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول فهداهم به من الظلالة وأن قذهم بمكانه من الجهال نحن يجب علينا أن نحاول أن نستفيد من هذه الهداية التي قدمها النبي للعالم بقدر الإمكان وأن نعرف العالم حقيقة العالم إذا عرف أن الإسلام هو هذا العالم ما يعرف كثير منه عندما كنا في الكويت جاء رجل غربي فروفسور كان قال أنا في يوم الأيام ركبت قطار في القطار كانت معي نسخة من القرآن الكريم قرأت هذا القرآن في القطار فرأيت أن هذا هو الحق وأعلن إسلامه وتسمى بإسم علي حيدر غير اسمه القديم حقيقة العالم إذا يعرف أن هذا هو الإسلام وأن هذه قوانين الإسلام وأن الإسلام يضمن سعادة الدنيا والآخرة يتكرر ما قاله القرآن الكريم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقات بين بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضات اشترك